الاتفاقات المهمة جدا لمكافحة الإرهاب معا الإرهاب اللي لسه ضارب تاني روسيا بالأمس في حادثة الحقيقة مؤسفة جدا في مترو سان بيترسبيرج وحصل طبعا تفجير هناك وارتفاع لعدد الضحايا ل14 قتيل و50 مصاب الأرقام الأولية كانت بتقول عشرة قتلة لكن هم وصلوا ل14 من الضحايا القتلة ارتفعت حصيل الضحايا تفجير العب والناسفة في عربة قطار داخل محطة مترو أنفاء مدينة سان بيترسبيرج الروسية ل14 قتيل و15 جاريح روسيا اليوم الإخبارية الحقيقة بتقول أنه في 39 مصاب داخل المستشفيات لغد الوقت منهم 6 في حالة خطيرة وأنه السلطات أعلنت الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 يام اعتبارا من اليوم الثلاثاء الحقيقة كمان أنه رئيس فلاديمير بوتين أول ما عارف بيئة الخبر أول ما الكراملين بلغه هو يعني خلاص هو راح على طول على الموقع هناك ويعني هو قال فلاديمير بوتين قال أنه من الصابق لأوانه نحن نتكلم عن أسباب التفجير وقال أنه الأجهزة المعنية بتدرس كل الاحتمالات دلوقتي والحقيقة كان ليه صورة شهيرة أو لقطات شهيرة جدا وهو بيضع باقات الزهور والورد هناك يعني نتمنى يا رب الرحمة لكل شهداء وضحايا الإرهاب حول العالم